موسيقى مساء الفل أغلب أمهاتنا كانوا بيقولوا لنا وإحنا صغيرين هطفش من البيت ومحدش هيعرف لي طريق ومع الوقت بعد ما كنا بنعاية ونخاف لما نسمع الجملة دي بقنا نضحك عليها لما تأكدنا أنها طلق في شنك بتضربها الأمهات كلها في الهوى عشان تخوف جزع وعيالها وهي من جواها روحة فيهم وما تقدرش تستغنى عنه لكن اللي حصل في حكاية عماد بطل قصة حقيقية النهاردة كان عكس كده خالص وهو اللي بعت لنا يقول عايز أهرب ومحدش يعرف لي طريق والسبب أمي طب إيه اللي همه عملته وخليه يقول كده وهل في حاجة اسمها ههرب ومحدش يعرف لي طريق تعالوا نشوف عماد بعدنا يقول لنا إيه اسمي عماد وعندي 19 سنة وأكبر مشكلة في حياتي هي أهلي اللي عمرهم ما سمعوني ولا حسوا بيه من يوم ما وعيت على الدنيا وهما طول الوقت في مشاكل وخناء كنت كل ما بكبر كل ما كانوا يتسببوا في مشاكل جديدة الموضوع بدأ من وانا لسه طفل صغير واكتشفت إن أبويا ما بيشتغلش لحد ما أمي نزلت تشتغل وتصرف على البيت ومع نزولها الشغل بدأت المشاكل أمي لما اشتغلت يا سالي ومسكت قرش بقت في حالة تمرد وتحدي الأبويا بحكم إنها هي اللي بتجيب فلوس ووالدي قاعد وبعد فترة من الزعيق والصوت العالي والخناء اتطلقوا اتطلقوا بفضيحة كبيرة كانت ببطلتها أمي وكان السبب فيها السيدة اللي هي المفروض أختها وسمحوني لإني مش هقدر أقول عليها خالتي أخت أمي يا سالي اتكلمت على ماما بشكل مش كويس ومع مين مع عمتي قالت كلام ما يصحش أبدا تقوله أخت عن أختها ولا حتى يصح إن أي إنسان يقوله على أي حد وعمتي في الوقت ده كانت بتسجل المكالمة أيه عمتي سجلت يا سالي مكالمة مكالمة للأخت اللي بتسوق سمعة أختها وبتتكلم وتنهش في عرضنا كلنا وشرفنا طبعا الدنيا ولعت نار وقامت خناءات ومشاكل كبيرة فضلت تزيد ما تهداش وأنا في النص مش عارف أعمل حاجة كنت تعبان قوي من اللي بيحصل حوالي ومش عارف أعمل إيه أصدق الكلام اللي تقالي وأكره أمي وأقطع علاقتي بها ولا أصدق أمي وأخسر أبويا وخلتي وعمتي ولا أسيب البيت وأمشي وأهرب من كل العذاب ده وما حدش فيهم يعرف ليه مكان ولا موت نفسي وأخلص عشان أرتاح من كل ده طبعا دي حاجة صعبة جدا أن الواحد يسمع كلمة وحشة عن موته خاصة لما يكون لسه طفل صغير وحس بيك بس تعالوا نكمل الرسالة كل حاجة فضلت تتعقد يوم بعد يوم أمي علاقتها بأهلها اتدهورت بعد اللي حصل وبقى فيه بينهم وصانع الحداد وعملت محضر لإخوتها وعشان ينتقموا منها هما كمان عملوا لي محضر اعتداء على مرات خالي وأنا ما عملتش أي حاجة وأكتر حاجة واجعاني إن شايف إن اللي من دمي بيكرهوني أنا دلوقتي عايش مع أمي بس أنا فعلا في مليون فكرة تعبيني من أول الماضي اللي كان كله سرعات والحاضر اللي بعباره عن ضياع والمستقبل اللي شكله هيبقى سواد حتى أخوي الصغير طلعب يغير مني وبقى فيه حاجز بيني وبينه بسبب إنه شايف إنه أمي بتفضلني عليه يعني كل حاجة غلط فغلط وأنا مش عارف ولا فاهم كل ده بيحصل ليه ما كانش نفسي أبدا أسمع الكلام زي اللي اسمعته على أمي وما كانش نفسي أبويا يبقى عصبي طول الوقت وما يقومش بمسؤوليته ناحيتنا وناحية بيته وأمي أمي هي اللي تنزل تشتغل لحد ما تطلقه وما كنتش عايز أخويه يغير مني ما كانش نفسي أمي تعمل محاضر لأخواته وأشوف اليوم اللي الأهل عايزين فيه يحبسوا بعضهم وما بينهم صلة لحم ودم وأنا ما عملتش أي حاجة كل زنبي إنهم عيلتي وصلت بيا التعب النفسي إن بقيت أقع من طولي على طول على طول دايخ أكتر الأوقات بقعد ساكت بحاول أبقى فعوز لتم حتى صحابي بقيت أبعد عنهم من كتر مدمغي وجعتني من التفكير طول الوقت يا سالي جوايا سؤال بيردد نفسه في دماغي ليه؟ ليه أهلي بيعملوا كل ده؟ وليه أخت أمي عايزة تشوفني زي ابنها الفاشل الضايع ليه خلوني أخسر ثقتي في كل الناس؟ دول أكيد مش بشر نفسي أحسسهم بزنبهم نفسي يعرفوا قد إيه هم مظلموني وضمروني وكانوا وحشين قولولي أعمل إيه؟ لحد هنا وخلصت رسالة عماد رسالة توجع بس دلوقتي خلونا نسأل إزاي عماد يقدر يبقى عنده ثقة تاني في نفسه وفي الناس اللي حواليه؟ بعد إما شافت تصرفات أهله خلته إنه هو يفقد الثقة دي وخلاص مش شاف ثقة في أي حد طب يا طارى بقى عماد عيبقى مريض نفسي بعد اللي مر بيه ده طب هل يعلاج؟ طب هل ممكن يتعالج وأهله يبقوا لسه زي ما هم تصرفاتهم وحشة وما تغيرتش؟ طب تفتكروا ممكن ينفس تهديده أو يهرب ومحدش يعرف له طريق فعلا؟ ولا ده سنه ولا اللي مر بيه كان فوق طقته أسئلة كتير قوي هنحاول نجاوب عليها ترجمة نانسي قنقر